وإلى سنغافورا حيث نفذ قرار الأعدام شنقا بحق مواطن تمت إدانته في قضية تهريب كيلوغراما واحدا من القنب الهندي متجهلة مناشدة خارجية لإعادة النظر في الحكم وأقال ناطق باسم سلطات السجون في سنغافورا نعقوبة الأعدام نفذت بتانجراجو سوبيا في سجن شانجي ونفذ الحكم رغم النداء وجهته مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلا سلطات سنغافورا لإعادة النظر بصورة عاجلة به وحكم على سوبيا عام 2018 بالأعدام لمشاركته في عملية تهريب كيلوغرام ومئة غرام من القنب وهو ضعف الكمية التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الأعدام في سنغافورا أحدى الدول الأكثر تشددا في الأحكام المتعلقة بقضايا المخدرات وأعدام سوبيا هو الأول منذ ستة أشهر والثاني عشر منذ معاودة سنغافورا في آذار 2002 تنفيذ أحكام الأعدام شنقا بعد توقف استمر أكثر من عامين